في التحسيس بالخطوات التي يقوم بها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لفاعل عن هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي ومتصرفي الداخلية نفس الناس اللي ما هماش داخل الإطار تعريب شنو هو المتصرف المصطلح دي المتصرف كان في المآجين تحت كنتم اليوم لقاء طرف حقوقي تحضره هيئات حقوقية هيئات نقابية حزبية هيئات للمحامين أيضا بهدف حشد دعم لملف المتصرفين اللي كيعرفوا حد الحيف كبير جدا على مستوى الإدارة هيئة المتصرفين تؤاني من الحيف الأجري والحيف المهني امتدى لأكثر من 20 سنة الهدف من هذا اللقاء هو جعل هذه التنظيمات تتبنى ملف هيئات المتصرفين وتجعله ضمن الملفات التي تدافع عنها لدى الجهات المعنية والأخص طبعا الجهات الحكومية أهم المطالب اللي لإنتنا هي زيادة في الأجور ومراجعة النظام الأساسي وفق ما تم الأمل به لدى الفئات الأخرى وأيضا وفق المؤشرات الاقتصادية فلا يؤقل أن تتم الاستجابة لجميع فئات الوظيفة الأمومية باستثناء المتصرفين نعتبر هذا الحيف حقوقي والضرب لمبدأ الإنصاف الدستوري والضرب للمواطق الدولية اللي كنت تتكلم على الأجر المتساوي للأعمال المتساوي ونحن أمام حالة متصرفين يزاولون نفس مهام فئات أخرى وليس لهم نفس الأجر إذن اليوم هذه فرصة أيضا لنجدد دعوتنا للسيد رئيس الحكومة للتسريع باستجابة لهئة المتصرفين اللي هي عمود فقاري للإدارة ولا ينفل الكلام عن إصلاح الإدارة دون إنصاف هيئة المتصرفين نريد نظاما أساسيا عادلا ونريد وجورا عادلة ووضعا اعتباريا داخل المنظومة الإدارية يتم من الدور المحوري للمتصرف هذا اليوم الترافعي يأتي لجعل جميع القضايا التي تهم المتصرفين يعني على قلب الرجل الواحد إذن هذا اليوم الترافعي هو مناسبة للتشبيك ومناسبة للدفاع عن الملف وللخروج بمذكرة مطلبية ستوقع عليها المجموعة المنظمات الحاضرة لدعم مجهودات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتحسين وضعية المتصرفات والمتصرفين بشتى ربوع الوطن ولأعطائهم القيمة الاعتبارية اللازمة والكرامة التي يدافعنا عنها دائما ولستيرداد الحقوق المسلوبة منذ عشرين سنة إذن الاتحاد الوطني المتصرفي للمغاربة دائما حاضر للدفاع عن مطارب المتصرفين بالأجل العدالة الأجرية الحضور ديالي هنا كممثلة الاتحاد المغربي للشول كيدلع لأننا كانت بنّه الملفات ديال الفئة المتصرفين إلى باقي فئة أخرى لأننا نؤمن بأنه ضروري أن تكون هناك عدالة أجرية وأننا ما يكونش تمييز داخل الوظيفة العمومية أو أي مكوين آخر ما بين الفئات فالملف ديال المتصرفين اللي طال الزمن وطال الوقت من أجل المعالجة دياله إلى جانب معالجة فئات أخرى من تقنيين ومحررين ومساعدين إدارية ومساعدين تقنيين ومهندسين فهذا الملف ديال المتصرفين اللي بالنسبة أنك يعرف حيف وتمييز على مستوى العدالة الأجرية فبالنسبة أن الحكومة ضروري أنها تغير المنهجية ديال التعامل مع كافة المكونات داخل القطاع ديال الوظيفة العمومية على أساس العدالة الأجرية على أساس أنه ما يكونش تمييز ما بين هذه الفئات لما تعانيه هيئة المتصرفين من حيف وتهميش وإقصاء بالرغم من أدوارها المركزية على مستوى الإدارة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر شكرا